أول شيء حسن خلنا نتكلم عن الزلفي الحقيقة هي تتميز بموقعها للصراحة يعني الرائع إذا ما تحدثنا عن تواجدها طبعا أول شيء طبعا شمال مدينة الرياض بـ 260 كيلو متر تقريبا تتميز أنها تقع بين نفوذ ورمال أثويرات وأيضا نهاية جبال أطويق من جهة شمال مدينة الرياض قرية علاقة التراثية تقع تحديدا بين الرمال وبين الجبال هذا مميز الحقيقة موقعها الاستراتيجي وتبعد تقريبا 5 كيلو شمال محافظة الزلفي وتتميز طبعا بأنها أصبحت مزار هام الحقيقة لأهالي الزلفي وأيضا لزوار المحافظة وأيضا بعمرها وعمقها التاريخي الذي يتجاوز الأربعة قرون الأستاذ فرهود الفرهود وهو طبعا باح التاريخي ومهتم الحقيقة بهذه القرية وبمحافظة الزلفي نحتاج بماذا تتميز هذه القرية من أحداث ومن تاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتشرف بالقناة الإخبارية في هذا الموقع الفريد والمعلم من معالم الزلفي في الحقيقة الزلفي حبه الله عز وجل بموقع مميز كما أشرت أنت لبين نفوذ الثويرات وبين جبل طويق وقد وصفها شاعر الزلفي عبدالله بن عبدالرحمن الدويش بقوله وضم ما يحتاج ناصف لك الدار ما قف الطويق حيها كالديارة شرقيها قورن كما المزن ظهار وغربيها من نيفات الزبارة فعطى وصفا ماذا منضبطا لموقعها القرية هي جزء من تاريخ الزلفي وهذا الذي نراه القرية التراثية هي ما بقي من أثار الزلفي الموقع هذا له أكثر من أربعمائة سنة وشوهد التاريخي المطلة حولها الأملاك القديمة باقية الموقع هذا بدأنا أو بدأ فيه بالترميم برعاية الأستاذ زيد الحسين كان محافظ الزل في عام 32 هجرية في شهر 11 فقد أقاموا مهرجان بعنوانه لا يطيح فتفاعل الأهالي واجتمعوا وبدأ الترميم ثم بعد ذلك رصد مبلغ وقامت الدولة عزها الله عز وجل بإقامة هذا الذي نراه من السور الخارجي والممرات والإضاءة وقامت أيضا في قرية العقلة جنوب الزلفي بحد أسر كيلو أيضا مثل في هذا الشيء وتفاعل الأهالي وللحمد بدأت تشتهر قليلا قليلا فأصبحت مقصد الزوار وجميع السياح الذين في المنطقة الله أحمد العافية شكرا جزيلا الله يحييك الله والله وسهل حياك الله شكرا ما لش طبعا لذيق الوقت حسن لكن يجب أن نشير أيضا إلى أن هذه الأيام وتقريبا السنوات الأخيرة تحظى هذه القرية والمواقع التاريخية الحقيقة بمتابعة واهتمام من قبل السمو أمير منطقة الرياضة الأمير فيصل مبندر وأيضا من سعادة محافظ الزلفي لستاذ مصفر أضويحي الحقيقة الذي يتابع أول بأول تقريبا حركة البناء وحركة الحقيقة دخول وخروج الزوار الوفود السياحية التي تأتي إلى الزلفي لا بد أن يكون لها نصيب من هذه المناطق وهذه الأماكن طيب كيف الأجواء يا خالد اليوم في الزلفي